المواجهات بين إسرائيل وقطع غزة وتصعيد الأخير في القدس والمسجد الأقصى شبهة جديدة بتأجيج التوتر بين اليهود الإسرائيليين من جهة والعرب في الداخل الإسرائيلي من جهة أخرى حيث شهدت العديد من مناطق مدن الخط الأخضر مواجهات دفعت الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين للتحذير من حرب أهلية أما وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس فأكد أن الانقسام الداخلي لا يقل خطورة عن صواريخ حماس بحسب تعبيره إذ يصل القلق للمسؤولين الإسرائيليين على وقع توترات عدة شهدتها الأيام الماضية فقد شهدت مدن في أراضي 48 مواجهات متبادلة بين زكانها العرب واليهود سياسيا وجهت للطرابات في الداخل ضربة قوية لجهود يئير لابيد المكلف بتشكيل حكومة جديدة إذ قال زعيم حزب يمينة اليميني نفتالي بنت قال إنه تخلى عن فكرة الاتلاف الحكومي مع يئير لابيد واستبدال رئيس الوزراء الحالي بنيمين نتنياهو بنت أوضح أن الصراع الداخلي الحالي سيجعل مثل هذه الحكومة غير ممكنة في ظل الحاجة إلى دعم النواب العرب للحصول على أغلبية برلمانية وفقا لدائرة الأحصاء المركزية الإسرائيلية قدر عدد السكان العرب في العام 2019 بنحو مليون وثمانمائة وتسعين ألف يمثلون 21% من إجمالي السكان يعيش معظمهم في إسرائيل في بلدات ومدن ذات غالبية عربية أبرزها الناصرة وهي طبعا تقع في الجليل يقتنها نحو 75 ألف رهات تقع في شمال النقب يقتنها أكثر من 60 ألف أما الفحم يقتنها 51 ألف وطيبة يقتنها حوالي 40 ألف أما اللدفة يقتنها 40 ألف تعتبر من المدن المختلطة التي يعيش فيها عرب ويهود مثلها مثل يافا وحيفا وعكا هكذا ينعكس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بارتدادات على الداخل الإسرائيلي تطورات دفعت نتنياه للقول أن إسرائيل تواجه جبهتين داخلية وخارجية دون التفرق بين أحداث مدن الخط الأقدر والصراع على جبهة قطاع غزة